الوجوه غير الوجوه لكن النهج ذاته لشيء تغير سوى الاسماء ومن سكت بالامس على قد المتظاهرين وهو على رأس اعلى اجهزة الدولة الامنية لا ينتظر منه التحدث وهو في رئاسة الحكومة من حكومة القناصين الى حكومة الطلق الحي والغاز المسييد للدموع يتغير تموضع السلطة والمتظاهرون ثابتون في النجف من جديد تسيل الدماء تظاهرات سلمية حاشدة واجهتها قوات مكافحة الشغب باستخدام الرصاص الحي والغازات ضد متظاهرين تجمعوا امام مبنى المحافظة ما ادى الى اصابات وحالات اختناق بين الصفوف المتظاهرين بالتزامن مع حشود خرجت في محافظتين مثنى والقادسية تؤكد على مواصلة الثورة حتى تحقيق اهدافها متظاهرون نجف احتشدوا امام مبنى المحافظة مطالبين باستقالة المحافظ لؤي الياسري ونائبيه وهددوا بتصعيد اجراءاتهم السلمية ضمن الثورة تشرين غير ان سلمية المتظاهرين لا يمكنها الصمود كثيرا امام قمع السلطة فبعد استخدام القوة المميتة لتفريق شباب الثورة دفع الغضب بعض المتظاهرين الى احراق دار الضيافة التابعة للمحافظ جوارم ابن المحافظة مرددين الشعارات ضد الحكومة والاحزاب وكل من سكت عن سفك دماء رفاقهم القوات الامنية خرجت ببيان فصفاض يدعو لضبط النفس ويؤكد ان تلك القوات تعمل لتوفير الاجواء الامنة للتظاهرات وتلك الاستوانة قال عنها ناشطون في تظاهرات النجف ان حديث الشرطة عن حماية امن المتظاهرين مجرد در للرماد في العيون في وقت تعرض فيه المتظاهرون السلميون للقمع من قبل قوات الامن امام مرأة جميع الناشطون اكدوا ان لديهم خطوات تصعيدية سيلجأون اليها في حال عدم استقالة المحافظ كما ان التظاهرات بدأت تأخذ منحا تصاعديا وستعود اقوى من السابق كما اشاروا الى ان الواقع لم يتغير فاسلوب القمع ذاته الذي مورس على يد الحكومات السابقة يشاهدونه اليوم ولا لغة حوار لدى السلطة سوى الدم الاسلوب الوحيد الذي تتقنه الاحزاب